ويتزامن مع هذا الارتفاع انقطاعات ولساعات طويلة في التيار الكهربائي وهذا خلق حالة من الاستياء الواضح للمواطنين اليوم هناك ضغوطات نفسية بسبب درجات الحرارة وانقطاع التيار الكهربائي ولد حالة من التشتت ما بين المجتمع العراقي بالتالي وزارة الكهرباء هي اليوم معنية الكل يعرف عام 2013 قالت وزارة الكهرباء سنصدر الكهرباء بالتالي اليوم نحن 2017 ولا توجد كهرباء هناك اعتقد اليوم هناك التداخلات السياسية والمحاصصة وحتى اليوم الخلافات الدائرة ما بين امانة بغداد ووزارة الكهرباء وحتى محافظة بغداد اثقلت كهرباء المواطن العراقي وليس هناك نتيجة حتمية وايجابية للخلاص من هذه المشكلة على الدولة ان تهيئ الكادر الفني المتخصص بعيد عن المحاصصة من اجل توفير هذه الخدمة الاساسية وكذلك اعتماد اساليب علمية جديدة وكذلك الاعتماد على الشركات الاسيلة بعيدا عن الشركات المتلكئة والشركات ذات الكفاءة المتدنية من اجل تحقيق فائدة كبيرة للمواطن صيف لاهب وخدمات خجولة لا ترتقي الى المساوى المطلوب وبالمقابل وعود حكومية تتحدث عن تحسين ساعات تجهيز الطاقة الكهربائية يعني اليوم حتى المواطن البسيط ما عنده حتى فلوس يسافر خارج العراق انه حتى يقضي حرارة هذا الصيف اللاهب يروح لتركيا يروح العمان كل هذا الموضوع يعني تتحمل وجراء الحكومة اليوم الكهرباء غائبة الماء غائب كل هذه الخدمات غائبة عن المواطن بالدليل يتذمر المواطن من ارتفاع درجات الحرارة وسوء الخدمات المقدمة من قبل الحكومة وتشهد البلاد موجة حر شديدة يرافقها ضعف في كل الخدمات ما دفع اكثر المواطنين الى الاحتجاج والتظاهر اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة